اختصاصات بداغوجية على مستوى المؤسسات التكوينية والمتعلقة بمجالات الفندقة والسياحة كما يعرض قطاع التكوين المهني في المدونة الوطنية للشعب المهنية ربع وخمسين تخصص في مختلف المستويات موزعين بين مجالات الفندقة والسياحة والحرف التقليدية وللترويج بما تزخر به بلادنا من مقاومات سياحية تأتي الصناعة التقليدية والحرف كإحدى أهم الاختصاصات التي يركز عليها قطاع التكوين في النتشكيلي عنده قدرة كبيرة أنه يروج أولا قبل السياحة نقوله التوراث الجزائري اللي هو فيه زخم ثقافي كبير يعني نقدرون يعني نكونوا كصورة للترويج للسياحة الجزائرية أعمالنا الفنية يعني سواء عن طريق العروض في مثلا في الفنادق أو في قاعات العارض الحاجة الأساسية والحاجة اللي نحب نمدها للبلاد والدولة يعني أن نزيد نكون الشباب والحرفة هذه يعني ما خلوهاش تنداثر الموروث هذا والثروات هذه التي تسخر بها الجزائر يعني ريغانية بالماداتين سرتوا المرجان والخانج إنما خلوهاش تنداثر وإننا نعلم الشباب وبش القطاع هذا يعني تنمى الاستثمار في العنصر البشري يعد أحد الركائز الأساسية لتنمية السياحة الجزائرية غير أن ذلك يقتضي رسم خارطة تكوين تتماشى ومتطلبات سوق العمل الجديدة لا سيما في القطاع السياحي